أنا أبنت وأتحذف اللغة العربية الله يشفي الجميع ويبعد الأمراض عن الجميع يا رب في حال كان واحد من هذو الأشخاص حابب أنه يستخدم الكميوتر أو بيستخدم الكميوتر طبعاً نحن في عندنا كتير طرق على ويندوز في عندي كتير طرق على ماك في عندي طرق في عندي الكيبوردات أو الشاشات اللي هي بتستخدم لغة البرايل بس أنه أنا ما في عندي طريقة أنه يكون قادر أني أقرأ النص اللي موجود على الشاشة حاولت يعني دورت كتير على هذا الموضوع وللأسف يعني ما لقيت غير طريقة واحدة اللي نوعاً ما اشتغلت الطريقة ما لها ممتازة النص ما رح يكون واضح بشكل كبير رح تقدر أنك تسمع النص وإذا ركزت يعني رح تفهمه بس رح يكون في عندي شوية تقطيع بالكلمات أو بالأحرف بس على الأقل يعني ممكن أنك بشوية صبر أنك تفهم شو هو المحتوى فاللي رح نشوفه اليوم كيف ممكن أني ثبت هذا النظام أو هاي الطريقة شو المتطلبات اللي بديها على أي توزيع رح تشتغل هل في توزيعه هل ممكن أنك تجربها بنفسك على توزيعات تانية مع أنه أنا يعني أكتر شي ضبط معي هو Ubuntu 22-04 فبهاي الطريقة أنا لازم يكون في عندي عدة مكونات المكون الأول اللي هو برنامج تحويل النص إلى صوت بحد ذاته هذا البرنامج أو هاي الأداة اللي رح نستخدمها اسمها ESPIC-NG لازم تكون بإصدار محدد لحتى يكون في معها دعم اللغة العربية لازم تكون بإصدار محدد ألا وهو الإصدار 1.49 أو أعلى ونسخة الـNG لحتى يكون في معها دعم اللغة العربية نسخة الـNG هي نسخة مطورة عن الـ ESPIC أو فورك عن الـ ESPIC بحد ذاتها فنحن لازم يكون في عننا ESPIC-NG بالإصدار 1.49 مثل ما حكيت فما أعلى لازم بعدين يكون في عندي بعض الأصوات العربية فرح نستخدم حزمة أمبرولا بحزمة أمبرولا هي حزمة بدي أقول أنه هي مالها أنه الحزمة الملفات البايناري أو الأصوات بحد ذاتها متاحة للاستخدام باعتقادي أنه أمبرولا ليست حرة ليست مفتوحة للمصدر وإنما ملفات البايناري متاحة بس رح نستخدمها فإذا رح يكون في عندي الأمبرولا الأصوات العربية في عندي صوتين باللغة بأمبرولا صوتين بيدعموا اللغة العربية اللي هنين أمبرولا AR1 وأمبرولا AR2 المتطلب الثالث رح يكون هو برنامج قراءة الشاشة اللي هو بحالة أوبونتو أو بحالة لينوكس رح نستخدم الأوركا الأوركا بالأساس بيشتغل بشكل ممتاز مع غنوم فلهذا السبب أنا لقيت أفضل طريقة تشتغل فيها هي مع أوبونتو على فيدورا صحية بتجي مع غنوم بس باعتبار أنه أمبرولا ليست مفتوحة المصدر أو ليست حرة فهي مالها موجودة على بمستودعات فيدورا ولازم أني سبتها بشكل يدوي أنا حاولت أني أبعد قدر المستطاع عن استخدام الجيت أو الكلون أو أني روح لأي مكان غير الترمينال ومستودعات أبونتو بحد ذاتها والمتطلب الرابع أو الشيء الأخير اللي بيلزمني اللي هو الSpeech Dispatcher اللي رح يسمح لي أني أربط الE-Speak مع الأوركا فهلأ إذا كانت هاي المكونات كلها موجودة عندي ممكن أني أحصل على نتيجة مقبولة نوعا ما وممكن مع شوية صبر والممارسة أنت يعني متى ما سمعت هذا الكلام مرة واثنين وثلاثة اللي عمله يطلع عندك على الشاشة رح تصير تميز وين في عندك كلمات عمالة اللفذ غلط أو عمالة عم يتم نطقها بشكل غلط وبيصير في عندك عملية تمرين للإذن لحتى تعرف كيف تصحح الأخطاء اللي عماله يحكيها القارئ بحد ذاته فإذا مثل ما حكينا الخطوة الأولى هي أنه نثبت برنامج اسبيك انجي مع الحزم الخاصة في على أوبونتو رح يكون بالإصدار الأخير اللي هو واحد دوت خمسين إذا بدك تتأكد من الإصدارات اللي عندك ممكن أنك تراجع موقع باكيجز الخاص بأوبونتو لحتى نعرف شو هو الإصدار المتوافر على أوبونتو 22.04 فإذا رح نقول له sudo apt install e-speak-ng e-speak-ng-data وe-speak-ng-e-speak الحزمة الأخيرة نحتاجها لحتى نكون قادرين أنه نربط ما بين e-speak بحد ذاتها و-e-speak-ng فهلا مثل ما لنا شايفين أنه أنا مثبت هاي الحزم وما في داعي أني أرجع أني ثبتها الخطوة اللي بعدها أني ثبت حزم اللغة العربية باستخدام m-b-r-o-l-a اللي هي embrola فرح نقول له كمان sudo apt install embrola-ar1 و-embrola-ar2 كمان أنا مثبت هاي الحزم وما في داعي أني أرجع ثبتها الخطوة اللي بعدها شوف إذا كان اللغة العربية من ضمن اللغات الموجودة بال-e-speak ولا لا فرح نقول له e-speak-ng-voices فهلا إذا رجعنا طلعنا لفوق رح شوف أنه اللغة العربية موجودة ضمن اللغات المدعومة بال-e-speak فهلا خلينا نختبر ال-e-speak مع ال-embrola نحنا نزلنا حزمتين للغة العربية اللي هنن ar1 و ar2 فخلينا نشوف إذا كان رح يشتغل فرح قل له e-speak-vee-speak رح قل له m-b-ar1 اللي هي اللغة العربية الحزمة الأولى اللي نزلتها وبعدين رح تغخيل أي نص بديها ضمن quotation mark فرح قل له على سبيل النسال السلام عليكم السلام عليكم هيك مثل ما شفنا إنه ال-e-speak اشتغل مع اللغة العربية الخطوة الثانية إذا ما كان ال-orca نازل هو بحالة وبونتو نازل وجاهز فرح ننسل ال-orca فرح نقل له sudo app install orca كمان مثل ما شايف إنه ال-orca نازل وضل عندي الحزمة الأخيرة اللي لازمتني اللي هي speech dispatcher كمان على وبونتو في عندي بعض الحزم اللي موجودة وفي عندي بعض الحزم اللي لازم أني ننزلها فلحتى أشوف شو هي الحزم اللي بدياها رح قل له apt search speech-dispatcher فأنا من هاي القائمة اللي رح يهمني اللي هو speech-dispatcher dash e-speak و speech-dispatcher dash e-speak dash ng فرح قل له يشتغل مع ال-orca ويشتغل مع e-speak فلا هاد الشي أول شي رح قل له spd dash conf هلا عماله يسألني إذا كنت بدي أكتب ملف جديد فرح قل له yes عماله يسألني إذا كان هاد الملف بدي أعمله كيوزر كمستخدم أو على مستوى النظام نحنا رح ناخده كيوزر فكمان رح أضغط enter هلا عماله يقول لي أنه أنا في عندي ملف already موجود فأنا رح أرشع أكتب ملف جديد فرح أكتب yes هلا بيسألني أنه شو هو التي تي اس أو نظام النطق الصوتي اللي بديها هو آخر بشكل افتراضي ال-e-speak dash ng فرح أضغط enter لحتى وافق بعدين عماله يسألني شو هي اللغة اللي بدي استخدمها فأنا رح أقل له AR لحتى تكون اللغة العربية بعدين شو هو ال-output للصوت الافتراضي فرح ناخد ال-pulse بشكل افتراضي باعتبار أنه نحن على Ubuntu بعدين رح أعطي صفر رح أعطي enter ما في داعي أني غير بهاي الأرقام بالنسبة لل-rate ما في داعي أني غيرها بالنسبة لل-speech ما في داعي لل-speech ما في داعي أني غيرها بالنسبة لل-range كمان ما في داعي أني غيره بعدين رح يقل لي أنه الخطوة اللي بعدها هي خطوة ما لها ضرورية فهو آخر بشكل default no فرح أقل له enter بعدين إذا بدي عيد تشغيل ال-speech dispatcher رح أقل له yes رح أضغط enter speech dispatcher مثل ما سمعنا أنه speech dispatcher شغال سمعنا الكلام عماله ينحكى فرح أضغط enter بعدين عماله يسألني إذا كان بدي أتخطى بقية الاختبارات فرح أضغط enter هلا هيك منكون طلعنا من إعدادات speech dispatcher لحتى نساوي عملية ال-damage بين orca والspeech dispatcher رح أقل له orca dash s أو فعليا رح نساوي عملية الضبط للorca فرح أقل له orca space dash s هلا أول شي بيجي هلا أول شي بيجي لقسم voice من قسم voice من voice type رح خليها على default نظام الكلام رح خليها على نظام النطق بالنسبة لمؤلف الكلام رح نخليها مع الافتراضي بالنسبة لل language أو اللغة باعتبار أنه نحن نزلنا umbrella فرح اختار اللغة العربية اللي هي ar بالنسبة للشخص أو person رح اختار إما umbrella 1 أو umbrella 2 بختار اللي أنا بدي إياها فخلينا نروح مع أي وحدة من الاتنين رح يكون الوضع متشابه رح اختار umbrella 2 وبعدين رح قل له apply ورح قل له ok الاتنين هلا برجع الاتنين وضغط على ctrl c من الكيبورد طيب هلا خلينا نختبر إذا كان رح يشتغل ولا لا فخلينا نفتح أي متصفح طيب هلا لح تفعل orca أو قارئ الشاشة في عندي اختصار للكيبورد للوحة المفاتيح اللي هو زر الويندوز زر alt وزر s هلا رح يبتدي رالي الشاشة إذا كان العظمية شرط ويكي بيديا شرط هذه قالت مختارة وترد من أجود محتويات ويكي بيديا هلا هنا لنزيد من المعلومات صورة رابط هلا لحتى انتئل من قسم لقسم ثاني بالصفحة اللي أنا فيها بضغط على الكيبورد على زر tab لسان هذه قالت مختارة وترد من أجود محتويات ويكي بيديا لسان هذه الصفحة مهامية إن كنا تعديلها من طلب المستخدمين المؤكدين فقط رابط لسان أذهب إلى التنقل رابط لسان أذهب إلى الباحث رأي لسان عربية فتح قوس خلو خلو قوس مهل لسان أك في نقب رابط طيب إذا بدي أقرأ قسم محدد أو مقال محدد ضمن هذه الصفحة فأنا بحدد القسم اللي بدي أقرأ ورح يقرأ ليه بشكل أوتوماتيكي تركنا الجدول اللغة العربي تغير أكثر الغات السمية رابط تحدثا واحدة أكثر اللغة تنتشار في العالم تحدثها أكثر من 467 مليون نسمة فتح قوس مربع رابط فتح قوس واحد رابط غلق قوس قوس مغلق وتوز تحدثها في الوطن العربي رابط بالإضافة إلى العديد من الناق الأخرى المجاورة كمان إذا كنت بدي أرجع وإني إلغي تفعيل قارئ الشاشة بنفس الطريقة بضغط على ويندوز آلت و أس طيب هات في حال كنا موجودين على صفحة ويب إذا كنت بدي شوف أي ملف نص على سبيل المثال فخلينا نشوف ملف نص ثاني فخلينا نفتح LG Edit خلينا نكتب أي نص بالG Edit وهلا خلينا نشوف إذا ضغطنا على Windows Alt S نجمة مستند غير محفوظ واخد شرط للناس بسم الله الرحمن الرحيم فكمان مثل ما شفت أنه بالبداية عطاني اسم الملف أو اسم النافذة المفتوحة وبعدين أرى لي شو هو محتوى هاي النافذة بتمنى بتمنى أنه يكون الفيديو عجبكم حتى لو كانت الفائدة بالنسبة إليك شخصيا ما في أي فائدة بس إذا كنت بتعرف أي شخص كفيف أو بيعاني من مشاكل بالنظر وحابب أنه يدور على طريقة فياريت تضغطوا زر الإعجاب اتشاركوا المحتوى مع هاي الأشخاص أو مع أي شخص أنت بتحبه ممكن هذا الشخص يكون بيعرج شخص تاني أعمال يدور على هذا النوع من المعلومات بالنسبة للأشخاص غير المشتركين لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولا تنسوا تترك تعليقاتكم بقسم التعليقات بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله